مرحبا حبيبي أصحاب برج الجوزة شلونكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة أقم ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا وممكن تمتد للشهر كله لأنه نقرأ طاقة فلا تحددون طاقة بوقت ممكن الأحداث تمتدوا إياكم قبل من نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا شمتم ما مشتركين وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وكتبوا لي شون القراءات الجاية اللي حاببين نسويها أو الفيديوهات سواء كان اختار كرت أو اختار حرف كتبوا لي بالتعليقات أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتو طلبتوها من أكثر من الشخص وراح أسوي لكم الفيديو اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزة نقرأ الصعيد العاطفي الصعيد العملي الصعيد الصحي والصعيد العائلي يعني ممكن نقول حالة حالة نقول يعني الشهر بصورة عامة إليك لأنه القراءة نحن نسبعدنا بداية الشهر فممكن تكون يعني نظرة نلقيها على أخبار الشهر كلها بداية برج الجوزة طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزة عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس أكو شيء أو رحيل مفاجئ فقدان مريت به أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان أو من علاقة العلاقة أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما أحشى الطاقة العامة بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت أن أقولها قبل ما أبلش بقراءة بطاقة العامة الموجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزة أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس بس أكو التزاز بالثقعتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني يأثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله أو مظهره بصورة عامة كله هو ممقتنع به ده يحاول أنه يغير من نفسه التغيير طبعا إيجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حجاهة وهذه الكلمة هي اللي خلتكم أنه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عقد مع أنه برج الجوزة مو من سهولة أنه شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزة خل برج الجوزة بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه مو أقول شبه معدومة وإنما مهزوذة فهو ده يحاول أنه يجمل نفسه في سبيل أنه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابي بحياته للأحسن لا وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحكي هاي الحكاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إلي هذا الشيء غلط أنا ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما أقرأ لأنه صراحة الورقة هاي شدتني ف يعني برج الجوزة أنت مو أنت مو يعني شخص قل لك كلمة أثر عليك إذا أكو شخص قل لك مثلا أنت محلو أو أنه أكو أوه شون هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك أنت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشيء فخلي ثقتك بنفسك عالية أنت أساسا يعني متجدد دائما وجميل فإذا أكو أحد قل لك هيك كلمة أو ممكن تكون الطاقة بعد هي يعني هس ما متحققة ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحكو هيك هاي الكلمة فإذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانش أو ما تصرف هذا التصرف أنه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز أنت رحت وراه بعدين أنه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح ويا ممكن شفت أنه هو شخص يعني حلو أو مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا الشي سبب لك قلت ثقة بنفسك أنت لعب مو بيك أنت ما بيك عيب ومو شرط هذا شخص يعني أجمل هو أحسن منك أكو أشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج أنه يرجع ثقة بنفسه مثل الأول وأكثر بعد هذا شي كلش ضروري لأن راح يأثر عليك مستقبلا أساسا على الوضع العاطفي هذا الشي مأثر عليك أنت ما قاعد تقدر أساسا تبدأ بداية جديدة راح أحكير كم إياها بالتفصيل من نصل للوضع العاطفي هسا خلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية أول ورقتين إلك وان اخلط الأوراق وحبيت أركز عليهم لأن حسيت أن هم مهمين الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية أنا أشوف أنه عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تحس أنه هذا الشخص عنده إسرار هذا الشخص ممكن تحس أنه عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وإنت أساسا هذا الشي رح تكشف عن قريب إذا ما كشفته لأن هاي الطاقة الحالية فممكن أنت تكون كاشف هذا الشي أو أنت متأكد منه ولكن لحد الآن أنت ما لازم شي بإيدك فأشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لأنه عندك شك أنه بالفترة الحالية يوجد طرف ثالث موجود بحياته وشكك بمحل اللي راح يكون وإنت راح تكتشف هذا الشي لأن هنا سفين اف سور مقلوبة فهذا الحرام ينكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية أنت راح تكشف سر عن الشخص اللي أنت حاليا قاعد أدور ورا الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوطة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي أنت حاليا قاعد دور ورا على الأغلب أشوف هذا شخص جديد أو ممكن شخص من الماضي يطالع من حياتك صار لفترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد أنه يتقدم خطوة تجاهك ويبدو بداية جديدة أو حتى يطلب منك بداية جديدة أشوف أكون هنا عواطف مكبوطة بس هذا الشخص رح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه يجي يحكي وياك الفترة الجاية بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص رح من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت به أو تمر به حاليا فله سبب أنت سبحان الله هي الأوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة أنت تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة أنه أنت خايف أنت مثل ما غير قادر على أن حاليا تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية لأن العلاقة اللي أنت كانت سابقا بها كانت علاقة متعبة هو يطر تتحارب هو يطر تتواجه ناس هو يحاول أن تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي أنت كانت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو كان مقدس ثقة لأن أشوف أكو طرف صارس هنا موجود بين ناس و الانفصال اللي بين كم مؤلم فالهسبب أنت خايف أنه تفتح قلبك أنت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بيك الأشياء اللي صارت قبل فالهسبب أنت تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوفك وقلقك عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك وبكل لحظة أكو شخص راح يتركك حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها لا تتردد حاليا أنه يعني تاخذ خطوة جديدة أنا أشوف فترة أخذ فترة استراحة مثل نقول حاول تطلع من الألم اللي أنت كمّل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك هسنا فصلنا الوضع العاطفي قبل منهة العملي خلونا ننتقل للصاعد العملي الصاعد العملي برج الجوزاء أشوف أنه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير شنة منتظر عمل أكو شغل ممكن أحد شعن وعدك لي شنة تشتغل أكثر من شغلة في سبيل أنه توفر مصاريف البيت إذا شنة أنت مسؤول عن عائلة طبعا لأنه قراءة عامة فممكن يكونون أكو رجال أيضا متابعين للقراءة فشان أكو عمل ببالك أو ممكن حتى عمل يان شنة تتحاول تشتغل في سبيل أنه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعد الظروف والحظر والمعرف أشوف أنه حاليا ما عندك شغل أو نقول شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا يأثر على نفسيتك ويأثر على بيتك على مصاريفك فأشوف عندك تفكير كل بالعائلة والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن شنة عنده يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل وبس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هو يتراجع أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ولا تأجيلات تأجيلات ولا تأجيلات فإذا شنة عندك نقلة تحاول تنتقل فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك وإذا تشتري هم هذا الشيء متوقفة فعندك طاقة إحباط بموضوع خص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت مقاعد تقدر أن تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة فممكن أنت تكون حاليا تفكيرك وتركيزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال ست أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار مزل خلال ست أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأريدي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إليك خلال ست أسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من ألام بالأقدام ومؤثرة عليها هواية وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة البرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أنه تحافظين أو ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت حامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي داي نطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتي شوية راح يكون متعب بالنسبة إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني إن شاء الله يعني خير لا تخافون بس حاولي أنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلاف ويا أحدا من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبينه كلام أو ممكن هذا الأخ أو مو شرط أخي يعني شخص من العائلة ما أخذ منك حق أو أنه حاج عليك شي ضلم المهم قاعد أشوف أنه إليك حق يم شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس أنه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده أنه هو يجي إيصال حق أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذا من عندك ولكن هذا الشخص أشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية كورث يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو أحباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعد هل تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيشنا هوايا نحن ببداية الفيديو على الطاقة العامة هس خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد أشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة أنت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف أنه أنت تغامر بالفترة الحالية أكو تردد ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين دي حاولون يتقربون من عندك ولكن أنت ما قاعد تعرفش تريد أكو هوايا أشخاص خاصة بالتواصل دي حاولون يتواصلون إياك دي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت طاقتك العامة أنت ما قاعد ما قاعد تقبل أنه هذول الأشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن 6 شهور ممكن 6 أسابيع هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وأنت وردي عرفت أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت نفس الوقت أشوف في البعض من بلد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون أنه يرحون منحة الاستقرار منحة الزواج أنه هو ميريد بعد يبقى سنجل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو ديريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وإنت عندك علم بهذا الطرف الثالث وإذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الأغلب أنت عارف وهنا أنا عندي أوراقة أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات يعني شخص سلبي إنسان سيء رغم أنه أشوف هذا الشيء ما متناسب ويعمره ممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة الكوين طاقة تينوفون فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما أشوف إن هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيتش طاقة أكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك يقنعك أنه أنت بيك خطأ يقنعك أنه أنت مثلا ما تستحق أنه ينطيق قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيق هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا ها شخصية الإنسان النرجسي وأساسا هنا إذا شوفوا أنه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم أكو طرف ثالث مأثر أما هذا الشخص ممكن يكون متزوج أو تركك وراح تزواج فأنت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد أشوفه أنه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عن دعمها فحتى هذا الشخص إذا رجع مرة ثانية إذا أنه أنا يشوف أنه راح يحاول يتواصل هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حد شهته فترة راح ترجعون تفترقون لأنه القدر توقف أنه يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس أنتو اللي قاعد تحاولون أنه تمشيوها هنا ونتقلعون نفسكم أنه ما كوش انتهي هو منتظر فترة ممكن أنت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي أنت ما تقدر تبدو شخص صغير أنه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي عبرك مثلا ما نقول مع أنه قيمتك أكبر بس هو دا يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببناتكم يعني يرجع يحاول يضل عليك ويرجع إلي فهذا الشخص اللي موجود اللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطي فرصة أنا يقول أنه ترك و أنت متردد أنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة وأني أساسا قاعد أشوف أنه من الغلط أنه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروح وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك أنه أنت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك أولا حب نفسك حتى الناس تحبك أهم حب هو حب النفس فما أقول لك تصير أناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط يلازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لأن نحنا كلنا طاقة فأنت هسا الطاقة إذا تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتش فريس هي الطاقة راح تسحبه ما راح يجي هذا الشخص إليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بيك نفس الشي اللي حاول تسوي أشياء عزز استقب النفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لأنه أين أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل إياك عن قريب ففي حال تواصل إياك هذا الشخص اللي أشوف أنه تقطع فورا لأنه هاي العلاقة توقفوا القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص قبل ما لنهي القراء خلي أقول لكم الأبراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عندنا هنا برج الثور برج الأسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء إن شاء الله القراءة الجاية يشوفكم وبوضع أحسن وبحال أحسن وتبدأون بدايات جديدة و اتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم يا بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما أخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك أولا وبعدين فكر بالناس أنه هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب أهم شي قناعتك كل التوفيق لكم برج الجوزة سووا لك عجبتكم القراءة تركوا لي آراءكم وبجوان إن شاء الله اشتركوا في القناة